نشرت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لوباء فيروس كورونا المستجد في العراق وجاء في الحصيلة ليوم السبت التاسع عشر من كانون الأول الجاري تسجيل 1307 حالات إصابة جديدة في مختلف مناطق البلاد وتماثل 1914 حالة للشفاء ووفاة عشرة إصابات وبحسب الوزارة فن صلاح الدين سجلت 49 إصابة جديدة بالوباء وأخلت من حالة الشفاء اشتركوا في القناة